بكل أسى وحزن أبلغكم أنه وفقاً للبيانات الجديدة فإن رحلة الطائرة انتهت بشكل مفاجئ ومحزن في المحيط الهندي هذا الأعلان عن مصير الرحلة MH370 انتظره العالم منذ الثامن من مارس لكنه لم يأتي بإجابات شافية على أي من تساؤلات ذوي الضحايا أولاً والعالم ثانياً رسالة نصية قصيرة سبقت هذا الأعلان وكانت كفيلة بتحطيم أمال أقارب الركاب بعودة مرتقبة لأحبائهم واكتفت الرسالة بالتعبير عن أسف الخطوط الجوية الماليزية لما اعتبرته افطراضاً لا يدعو أي مجال مبرر للشك بأن الرحلة MH370 فقدت وأن لا أحد من ركابها نجا وأضافت الرسالة أنه ينبغي قبول الأدلة التي تشير إلى أنها سقطت جنوبي المحيط الهندي الرسالة استندت على حطام تم العثور عليه بالقرب من شواطئ أستراليا يعتقد أنه يعود للطائرة الماليزية من طراز بوينغ تريبل سافن رغم عدم وجود أدلة ملموسة تؤكد ذلك وجاءت النتيجة إثر تحديد هيئة حوادث الطائرات البريطانية آخر موقعاً للطائرة باستخدام تقنية غير مسبوقة بعبارات مبسطة اعتمدنا على الاختلاف في سرعة الطائرة استناداً إلى الإشارة التي وصلت من الطائرة إلى قمر صناعي محدد وتسمى هذه التقنية بتأثير دوبلر ويمكن تشبيه ذلك بارتفاع صوت صفارة الكطار مع اقترابه من نقطة معينة وانخفاضه مع بكعاده عنها لا يسعنا تحديد موقع الطائرة بالضبط بل فقط منطقة ضيقة نستند إلى ذلك لتحديد مسار الطائرة وقد تمكننا من خلال ذلك من استبعاد خيار الممر الشمالي تلقى أقارب الضحايا وغالبيتهم من الصينيين والماليزيين الخبر بصدمة كبيرة وحضرت فرق طبية إلى فندق ليدو بالقرب من مطار العاصمة الصينية لإسعاف أهالي وأقارب ضحايا الطائرة المنكوبة ورغم الأعلان عن مصير الطائرة وأحباط الأمال في العثور على أي ناجين ازداد لغز اختفاء الطائرة الماليزية غموضا فالحطام الذي يدور الحديث عنه لم يتم العثور عليه بعد ويبقى بالتالي استنتاجا وتبقى التساؤلات قائمة لا وبل تتعزز بشأن الأسباب التي دعت الطائرة إلى تغيير وجهتها وسبب إغلاق كل وسائل الاتصال بها واختفائها عن الرادار وكل احتمالات الاختطاف أو تغيير المصار طوعيا الإجابات ربما تكمن في الصندوق الأسود القابع على الأرجح في عمق المحيط في انتظار من ينتشله قبل فوات الأوان اشتار من حلود شكرا